أعيز أنتقل معك كمان ويعني بس يعني ننعى ونتقدم بخالص التعازي الحقيقة لأسرة خورة القدم بشكل عام ولأسرة نادي غزل المحلة بشكل خاص في وفاة الكابتن إبراهيم يوسف واحد من نجوم نادي غزل المحلة منتخب مصر السابقين ومجلس إدارة النادي الأهلي كعادتوا الحقيقة برئاسة الكابتن محمود الخطيب كان حريص أنه ينعى هذا الفقيد الراحل ويتقدم بخالص العزاء لأسرته ولأسرة الرياضة المصرية بشكل عام رحم الله الكابتن إبراهيم يوسف نجم نادي غزل المحلة وأسكنه فسيح جناته وألهم دويه الصبر والسلوان الحقيقة كابتن إبراهيم يوسف كان من الشخصيات الخلوقة جداً اللي دايماً بتدي رسالة وفعلاً أي حد في المجال الرياضي لازم يعرف أن السيرة هي اللي أنت بتتركها شفنا بشكل واضح إزاي كابتن إبراهيم يوسف كان في حالة حزنة في الوسط الرياضي عليه البعض لا ينسى رد الجميل وأكيد منهم كابتن واق الجمعة اللي كان حريص أنه هو ينعي الفقيد وأكيد الرياضة افتقدت واحد من الطيبين الودعاء اللي احنا تعودنا أنهم موجودين في ملاعب الكرة المصرية رحم الله الفقيد وألهم أسرته الصبر والسلوان